أهلاً أحبائنا المشاهدين في هذه الحلقة رح نتكلم عن موضوع مهم ما معنى المسيح صورة الله وضيف هذه الحلقة أخ عزيز ومحبوب لكم للجميع أيضاً الدكتور سامح عزيز أهلاً وسهلاً أخوي المحبوب أخ سامح أهلاً بك أسيس نزار وشكراً للدعوة شرف لي حبيبي شرف لينا ربنا يباركك ويبارك خدمتك شكراً خليني أقرأ آية وبعدين نبتدي في الشرح في رسالة بولوس الرسول إلى أهل كلوسي في العهد الجديد إصحاح الأول والآية 15 الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة هذه الآية بتثير أحياناً بعض الشكوك لغير المسيحيين وللمسيحيين طبعاً كثير منهم بسوء فهم كلمة الصورة طبعاً منشبهها للعهد القديم في العهد الجديد ولكنهم بيتكلم بتهيألي بشكل أوضح كل الموضوع هو يسوع نعم عشان كده الرسول بولوس هو بيتكلم لأهل كلوسي كان بيتكلم عن المسيح باعتباره صورة الله غير المنظور أي هو الصورة لطبق الأصل من الله أي هو لازي تظهر فيه كل معالم الألوهية 100% وليس درجة واحدة أقل لأنه في الكتاب في معاني لكلمة صورة مثلاً لا تصنع لك تمثال أو صورة فأول ما بتيجي فكرة الصورة بتيجي على شيء إحنا بنعمله نعم وبالتالي تخيلهم عن كلمة صورة الله اللي هو مخلوق ولث يمن ممكن أقرأ في تكوين واحد أنه الله قال تكوين واحد نعم لإنسان على صورتنا كشبهنا فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكر أنه وأنس ذكر أنه وأنس خلقهم فهو بيقول ما آدم صورة الله وآدم مخلوق نعم والمسيح صورة الله نعم يبقى إذن المسيح مخلوق مع أن الكتاب ما يقصدش كده في نفس سياق الحديث يعني إذا كملنا الآيات هو في مشكلة مرات كتير والناس بتكملش سياق الحديث يعني بتأخذ آية يعني بتخرج عن سياق الحديث عشان يهاجم في شيء معين ليخفي حقيقة معينة عنده مثلا هذا اللي بشوفه دايما ودول أردياء وخدام الشيطان ليضلوا الناس عن المسيح وطول ما الناس في ضلال عن المسيح أكيد ستهلك وده اللي بنشوفه وده اللي بنشوفه وكل الناس اللي بيأتوا للمسيح نحن بنشوف تغير مهول في حياتهم برهان حقيقي على عمل المسيح في حياتهم اشتركوا في القناة